موسيقى وصلاة والسلام على أشرة المرسلين فيه ثلاث قوائم أو ثلاث فئات وصلاة والسلام على أشرة المرسلين بناء على معطيات ومعلومات مؤكدة مضمونها لجوء بعد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إن شاء الله يوم سبعة سبتمبر 2024 وبعض الأشخاص المحيطين بهم في قيامهم ببعض الممارسات الغير مشروعة والتي تعبر عن أخلاق وسلوكات مشينة وفي هذا الإطار فقد باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي بإجراء تحقيق ابتدائي معمق أصفر على النتائج الأولية الآتية التحقيق أصفر عن وجود ثلاث مستويات كل مستوى يخص فئة معينة المستوى الأول أو الفئة الأولى تتمثل في سماع حوالي أو أكثر من خمسون شخصاً عبارة عن منتخبين على محاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق أين صرحوا معترفين أغلبهم صراحة بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين عشرين ألف دينار جزائري وثلاثون ألف دينار جزائري مقابل تزكيتهم لهؤلاء الرغيبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المستوى الثاني أو الفئة الثانية وهي عبارة عن قائمة الوسطى الذين لجأوا إلى طبعاً القيام بجمع هذه الأموال وتسليمها بين هؤلاء المنتخبين الفئة الأولى وبين الرغيبين في الترشح للانتخابات وقد تم سماع عشرة أشخاص وسطى والذين اعترف جلهم بالقيام وللأسف بهذه التصرفات الغير مقبولة والمشينة أما المستوى الثالث أو الفئة الثالثة وهي تخص فئة الرغيبين في الترشح المعنيين بهذا التحقيق والنتائج الأولية كشفت عن وجود ثلاثة أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح يمكن أن يطالهم هذه الإجراءات في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر